طيب البيضات دي تقدر تتجمد لحد كم سنة؟ بصي هو ملهاش يعني زي ما الست بتطلب سنة اتنين خمسة عشرة احنا في حالات كتير قوي ثبتت ان هي قدرت تحافظ على الكواليتي بتاعتها جوه سائل النيتروجين لان طبعا من الابحاث اللي تعملت ابحاث كتير قوي لغاية لما وصلوا لإيه الحاجة اللي تقدر تحافظ على الانسجة بتاعة الهيومن تيشو اللي هي الانسجة بتاعة البني ادم يعني نقدر نحافظ عليها زي من غير ما تتجرد من الخصائص بتاعتها فلاقوا ان احسن حاجة هي السائل النيتروجين فسائل النيتروجين ده طبعا النيتروجين في العادي بيبقى عبارة عن غاز بس تحت درجة حرارة وطسة جدا جدا بيقلب الغاز ده لسائل فالسائل ده بيقدر يحافظ على جودة البيضات او الاجنة او الحيانات المنوية لفترة طويلة جدا من الزمن فما بنقدرش ان احنا نقول بعد خمس سنين خلاص مش هنقدر نستعملهم وما بنقدر نخليهم لغاية لما المريضة بتحب تتخلص منهم اشتركوا في القناة